نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر ما وصفته بتقدم وحدة دبابة روسية في أحدى مناطق كييف خلال عمليات العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو لسيطرة على العاصمة الأوكرانية وكان الجيش الروسي قد أعلن الأثنين عن فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق اطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريبولد والسومن الأوكرانية الذي تشهد معارك عنيفة ومع اطلاق الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تعهد بوتين بتحييد أوكرانيا أما من خلال النفوضات أو من خلال الحرب ورفض حلفاء ناتو حتى الآن دعوات أوكرانيا لفرض منطقة حضر طيرانة ومن جهته هدد بوتين بعواقب وخيمة وكارثية ليس فقط لأوروبا ولكن أيضا على العالم بأسره اثما فرض منطقة حضر طيرانة وأضاف أن الكثير من ما يحدث وما نراها الآن هو بالطبع طريقة لمحاربة روسيا والعقوبات التي تفرض تعادل إعلان الحرب الآن شكرا لله إن هذا لم يحدث بعد